انقلاب سياسي سعودي في بيروت والرياض التي أبقت نفسها لفترة طويلة بمنأة عن الملف اللبناني قررت اليوم الانغماس في المستنقع الرئاسي في وقت حساس متقدمة الحراك فما الذي دفع السعودية للتدخل؟ بخلاف اللقاءات مع سفراء الخماسية في اليرزي حيث صبقته وتبعته تباينات عميقة بدى اللقاء بين السفير السعودي وليد البخاري ونظيره الإيراني مشتبى أماني استثنائيا حيث تناول الطرفان مواضيع حيوية تبدأ من تطور العلاقة بين البلدين والذي انعكس إيجابيا على الملفات الثنائية المشتركة ووضع السفير السعودي نظيره في صورة أن الرياض في صدد بلورة مقاربة مختلفة لملفات المنطقة من بينها المسألة اللبنانية وهي في صدد التحرك في الملفات المرتبطة بهذا البلد داعيا إياه إلى التعاون والتنسيق الإيجابي بشكل عام المملكة العلابي السعودي أنا برأي إعادة قراءة المشهد اللبناني جيدا هي رأت أن اتعادها عن لبنان أثبت ضرورة حضورها فيه يعني هي إذا بدك حققت الهدف الأساسي من هذا الموضوع على مستوى آخر وبحسب ما يتبين يبدو أن نظم لك العربية السعودية حملت كراءة مستجدة في تلفية تعاطم عن الملف اللبناني وهذا ظهر مؤخرا وهي اليوم في طول انفتاح أكثر عن الملفات اللبنانية بطريقة عمل مختلفة عن الأسلوب السابق يعني أسلوب الاستزام والأمهولاني يعني نحن 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 نتجاه أسلوب الدولي أكثر هذا لا بد أن ينكس إجابة على الملف الرئاسي اللبناني إلى حق الله بدوره حمل السفير الإيراني إلى الحزب أجواء إيجابية سماعها من نظيره السعودي فعمليا لا علاقة تجمع بين الطرفين ورغم هذه الحواجز تبقى احتمالية تبادل الرسائل عبر طرف ثالث قائمة ووفق ما نقل موقع لبنون ديبيت عن مصادر فإن الرياض في وارد تخطي الكثير من نقاط التحفظ والتي حكمت العلاقة بين البلدين وبرغبة سعودية دائمة في مساعدة لبنان وجهوزية للتعاطي مع سائر مكونات أنا أعتقد أن المملكة العراضية السعودية هي طرف مؤثر في البناء السياسي في لبنان وهذا ما أثبتته الوقاع حتى الفترة الأخيرة عندما ابتعدت السعودية عن تأثير الملفات اللبنانية بدأنا نرى أن هناك عدم توازن في عدة مسائل أيضا هذا العكس على حلات الخماس الدولي الخماس الدولي حينما كانت السعودية متعدة عن تدخل النواب لمباشرة مسائل اللبنانية ظهر أن هناك عطب على مستوى هذا الخماس اليوم أستعيد شيء ما من الحركة خلينا نسميح الإيجابية على مستوى اللبناني من خلال دور المملكة العربية السعودي وهذا بدأنا عكس إجابة على حضور الخماس ولو أن هناك تباينات بوجهات النظر حيال الدور السعودي لأنه في أطراف ترفض هذا الدور في ثاني الانتباعات ما تكون على هامش لقاءات الخماسية الدولية من موقف سعودي إيجابي وما سبقه وتبعه من حراك سياسي سعودي اتجاه المسؤولين وما تخلله ورافقه من إبداء رغبة سعودية في المساعدة وما لمس حقا من تحول سياسي سعودي واضح ما يفهم إذن أن السعودية بدأت سياسة فتاح على لبنان لا بد أن تقابل لبنانيا يتكون هذا الرأي من جملة عوامل ومصادر ومعطيات منها ما هو حصل فعلا ومنها ما يستدل إليه من خلال إشارات معينة إلى أنه في وارد الحصول